خطط تاريخية جديدة للتسلح في اليابان خطط تعيد رسم خارطة الدفاع والأمن في المحيطين الهندي والهادئ ملفات لا تغيب عن زيارة أولى يقوم بها رئيس الوزراء الياباني إلى واشنطن منذ توليه منصبه في عام 2021 وبين سطور تلك الزيارة تعزيز التحالف الياباني الأمريكي ومناقشة السياسة الدفاعية اليابانية الجديدة اليابان كشفت عن أكبر خطة إنفاق عسكري لها منذ الحرب العالمية الثانية بقيمة 320 مليار دولار لشراء صواريخ قادرة على ضرب الصين وتشتمل خطط على زيادة حصة الناتج المحلي الإجمالي المخصصة للأمن القومي إلى 2% كما تم الإعلان عن ثلاث وسائق ستوجه لتوسع الجيش تتعلق الأولى باستراتيجية الأمن القومي الجديدة وتعرض الوثيقة تقييم توكيو للتهديدات المصطفة ضدها وتحدد الأدوات التي ستستخدمها لمعالجتها الوثيقة الثانية هي عبارة عن خطط الدفاع الوطني العشرية تحدد التحسينات العسكرية المطلوبة لقوات الدفاع الذاتي للقيام بعملها فيما تحدد الوثيقة الثالثة وهي خطط مشتريات تبلغ مدتها خمس سنوات أولويات تنفيذ خطط الدفاع التوسع الأكثر طموحا وسرعة للقوة العسكرية مرحلة يدخل معها وبقوة اليابان سباق التسلح العالمي في ظل ترسانات الصواريخ المتنامية في شمال شرقي آسيا ومع تأكيد واشنطن وتوكيو المتجدد أن بكين تمثل التهديد الأمني الأكبر في العالم